وواضع التي لا تزاد فيها ألف التنوين الأول الأسماء المنتهية بتاء مربوطة مثل ألقيت كلمة مؤثرة الثاني الأسماء المنتهية بألف التأنيس المقصورة مثل رأيت فتى يحمل عصى ثالثا الأسماء المنتهية بألف عليها همزة مثل دخلت ملجأا واسعة أربعة الأسماء المنتهية بهمزة بعد ألف أي الهمزة الممدودة على السطر مثل ارتديت رداء أنيقا من الأخطاء الشائعة كتابة التنوين على الألف والصحيح أن تكتب على الحرف الذي قبل الألف لأن التنوين نون ساكنة والألف ساكنة فلا يجتمع ساكنان مثل زيداء ووضع التنوين على حرف الدال وليس الألف فتى ووضع التنوين على حرف التاء وليس الألف اللينة وهذا هو الصواب موسيقى